ميليشيات ايران في سوريا تعيش تخبطا كبيرا انسحاب من مواقعها في دير الزور قبل ايام واستهداف جديد على الحدود مع العراق اودى بحياة ثمانية من عناصرها المرصد السوري افاد بان القتلى سقطوا خلال قصف جوي في منطقة البوكمال بالقرب من الحدود السورية العراقية المرصد نسب القصف الى طائرات مجهولة الهوية استهدفت مواقع تابعة لميليشيات موالية لايران في البوكمال الغارات استهدفت مستودعات اسلحة ومركبات تابعة للميليشيات في موقع انفجارات عدة في المنطقة الحدودية قبل ذلك اخلت الميليشيات الايرانية بعض موقعها في البوكمال تحسبا لاي قصف امريكي في اطار التصعيد بعد مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني وينتشر على الحدود السوريات العراقية عدد كبير من الميليشيات الايرانية مثل كتائب الامام علي وسيد الشهداء وعصائب اهل الحق وحزب الله اللبناني والسوري وحركتين نجباء والابدال والوية زينبيون وفاطميون والباقر المنطقة تعد من اهم المواقع الاستراتيجية بالنسبة لايران خصوصا بعد افتتاح معبر القائم البوكمال الحدودي حيث باتت تمتلك طريقا ممهدا الى سوريا ولبنان وتعرضت قاعدة عسكرية ايرانية تابعة لفيلق القدس في دير الزور لقصف جوي قبل ايام ويرى خبراء ان هذا القصف اهم الاسباب التي دفعت ايران لاخلاء مواقعها في المنطقة ماهر النبواني الحدث